الاهمال يهدد نخيل شبوة وما هذه الصورة الا شهادة حية على الحالة التي وصلت اليها اصول النخيل في منطقة العرف وهو ما تبقى من الاراضي الزراعية الواسعة في مديرية رضوم في الجنوب الشرقي من محافظة شبوة بعد ان بدأت عيون المياه بالاندثار بسبب تدفق مياه الامطار والسيول باتت اكثر من نحو الفي شجرة نخيل مهددة بالانجراف والموت وذلك لعدم وجود مصدات ودفاعات على هذه العيون التي تسقي غابات النخيل طبعا هناك اضرار كما شاهدتم في هذا المكان حصل على شجرة النخيل والاضرار هي ناتجة عن اسباب متعددة واكثر الاسباب هي قلة المياه بسبب الامطار شابال والامطار السابقة بسبب انها ادت الى اندثار هذه المعايين واندفانها بحيث انها اصبحت المياه الان ضعيفة كذلك عدم وصول لما نتيجة الجداول التي لم تحظى بترميم وصيانة وبناء جديد كما شاهدتم او كما حصل في المناطق الاخرى بسبب ما لحق بالاراضي الزراعية خصوصا اشجار النخيل وجه المواطنون في المنطقة الزراعية نداءات استغاثة اكثر من مرة لكنها لم تلقصد لدى الجهات المسؤولة ممثلة بمكتب الزراع بالاضافة الى الجمعيات الزراعية والمنظمات ولم يظهر تجاهها اي اهتمام رغم كثرة المناشدات وتكرارها خصوصا بعد تعرض المنطقة لأعصار شابالة قبل اربع سنوات حيث لا زالت اثاره باقية حتى اليوم ولكن هناك فيه يعني فيه اسم اهمال من السلطات المحلية لا توجد يعني اي اسم اهتمام لا بالجوابي لا بالنخيل لا بالمزالة الاخرى وعندنا اهمال كثير جدا اصحاب المجلس المحلي يجون بعض الاحلان لكنهم لا ينفذون شيء النخيل الذي ينتج اصنافا مختلفة من التمور هكذا اصبح حاله هنا حيث يؤكد المزارعون انه اذا لم يتم تدارك الوضع من قبل الجهات المعنية ستجرف السيول المتدفقة بغزارة ما تبقى من اصول هذه الاشجار وتتوقف الزراعة كما سيفقد العشرات من ابناء المنطقة مصدر دخلهم وهو ما سيترك اثارا سلبية على احد روافد الاقتصاد المحلي والوطني في البلاد عموما صالح سالم قناة بلقيس شبوى